صباح الخير مشاهدين اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والكمال النهاردة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 و26 من ربيع الاخر 1441 مشاهدين النهاردة الفقرة الطبية وبنحب دايما نشارككم ونكلمكم في كل حاجة خاصة بالصحة والجمال النهاردة هنتكلم عن الشعر وفي مشاكل كتير جدا بتقابلنا خاصة بالشعر وتساقط الشعر وفي ناس فعلا كتير جدا بيعانوا من تساقط الشعر ومؤخرا كمان الصلاة المبكر تعالوا نعرف النهاردة مع بعض ايه هي اسبابه وطرق علاجه واحدث التقنيات لزراعة الشعر والصلاة المبكر وتساقط الشعر مع الدكتور محمد زهدي اخصاي امراض الجلدية والتجميل الدكتور احمد زهدي اخصاي الامراض الجلدية والتجميل مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنا ونكمل حوارنا ورجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معاكم صباح الصحة والجمال والنهاردة بنتكلم عن اسباب مشاكل تساقط الشعر اللي بتقدي الى الصلاة المبكر واسباب تساقط الشعر بشكل عام تعالوا نرحب ودفنا النهاردة الدكتور احمد زهدي اخصاي امراض الجلدية والتجميل صباح الخير يا دكتور احمد صباح الخير يا سيد الشرين اهلا وسهلا بحضواتك والسادة الكرام شرفتنا النهار ده يا دكتور عام طبعا مشكلة الشعر بتقابل الناس كتيرة جدا يعني حتى التساقط العادي اللي بيحصل في اليوم العادي الناس بتخاف وبتقلق جدا جدا من تساقط الشعر بس في الاول يا دكتور محمد احنا نتكلم عن تساقط الشعر بشكل عام ايه اسبابه اولا طبعا مشكلة الشعر دي من اكتر المشاكل اللي بنشوفها في العيادة عندنا يعني عايز اقوله حالك ان اغلب العيانين دايما في عيادات الجلدية والتجميل بيكون شكوتهم من تساقط الشعر الا ان فيه انواع معينة من مشاكل الشعر بتزيد عن غيرها بشكل عام ان الشعر ممكن يسقط لأسباب كتير قوي منها اسباب مرضية ومنها اسباب راسية نبدأ مثلا بالاسباب المرضية ممكن مثلا بيكون عند العيان ده نقص في التغذية نقص بالبيتامينات نقص في الحديد نقص في الزنك ممكن يكون عنده مشاكل نفسية كتير ممكن كانت واحدة ستة كانت حامل وبعد الحمل مباشرة حصل تساقط جابت في الشعر لانه بيبقى هرمونات الحمل ذات نفسها بترفع من كفاءة الشعر ومن زيادة نموه ومرة واحدة بعد الحمل الهرمونات دي بتنزل فالشعر اللي كان مسنود على الهرمونات دي بيبدأ يقال فبيبقى ليه اشكال كتير قوي واسباب كتير قوي طبعا المرض التاني المشهور قوي ويمكن يكون ده نسبته اعلى شوية من التساقط المرضي هو الصلع الوراسي يمكن بعض الدكاترة والعلماء بيختلفوا في حيث التسميته كمرض لانه هما بيسموها ظاهرة فيسيولوجية بمعنى انه هو حدوثه بحد ذاته مش مرض ولكن هو حاجة بتحصل كنوع من انواع تقدم السن المتوقعة للشخص ده بس لازم يبقى ليه شروط معينة اولا بيكون عنده استعداد كبير قوي في انه عنده استعداد جيني بيبقى ماشي في الاسرة والعيلة وممكن ما تكونش الاسرة المباشرة بابا ومامته على طول لا ده ممكن زي ما بيقوله كده جد وخال وحد من الاسرة مزبوط ده ممكن حتى بيقولوها كده بالبلد لسابع جد لحد سابع جد الدرجة نومة ساعة كتير بيقولين طب انا ما بلاقيش حد في العيلة العيلة كلها عندهم شعر كسيف وغزير ماشاء الله اش معنى هي جات علي انا لا هو ممكن ما يلاقيش حد في القريب من الدرجة الاولى عنده الموضوع ده ويظهر هو عنده او عنده انا ما عرفش يا دكتور احمد ان فعلا الشعر حساس قوي كده بيتأثر حتى بالتوتر بالحالة النفسية بالتغذية بكل حاجة كده يعني يقدي ايه هو عايز عناية فضيعة من الشخص علشان خاطر يقدر يحافظ عليه طبعا الشعر ده من الحاجات اللي انا دايما بقول للناس فيها انت بتعامل مع شعرك كده كنسيج رئيق جدا او تشبيه تاني كأنه ازاز انت خايف عليه يتكسر حتى دايما لما بنصحه في التعامل معاه بيبقى منتهى الرفق لان هو الشعرية اللي بتروح صعب انها ترجع تاني لا احنا بنعمله بقى بكل قصوة يعني بنخسله بطريقة صعبة وبينشده وبينسرحه حتى الاطفال حبايبي كمان يعني بتبقى المعاملة مع الشعر فعلا وحشة جدا فبتخليه اصطف بتخليه يقع في حاجات كتيرة طيب دكتور احمد دلوقتي احنا هنتكلم مثلا على الصلاع المبكر تمام اه الصلاع المبكر ده للأسف بقى بيحصل من سن عشرين دلوقتي بنلاحظ ان هو بدأ بقى الصلاع يظهر عنده مشاكل كتير جدا طبعا الحالة النفسية بتأثر على الشخص لما يحس ان هو شعره طبعا بيفقده طيب اسباب بقى برضو الصلاع المبكر ايه طيب هو الصلاع المبكر زي ما احنا قلنا كده طبعا جزء الرئيسي بتاعه العامل الوراثي بس انا عايز اقول الحالة كمان ان فيه معلومة ان هو ممكن يبدأ من سن البنوخ يعني بيبقى حتى بشكل ملخوص شوية ناس ما بتاخدش بالها ان ده نوع من انواع الصلاع اللي هو بيفقد الشعر من جانبيه الرأسي المنطقة دي والمنطقة دي بيدي حرف الام تمام بيبقى التراجع للشعر من المنطقة دي بيبقى بداية صلاع وراسي ممكن يقف على كده وممكن قدام ياخد شكل تاني امتى يبدأ وامتى يكمل على حسب الاستعداد الوراثي ممكن بتلاقي عائلات كلها واخدى نفس النمط بتاع المنطقة فقدان الشعر بالكامل وممكن بتلاقي ناس معينة عندها الصلاع في المنطقة اللي في النص بس وناس تانية عندها الصلاع في المنطقة الامامية فقط اللي بقى ظاهر اليوميندو القوي ان هو السيدات بدأت تشتكي بنسبة عالية قوي ما كانتش موجودة قبل كده لدرجة ان هو في اخر احصائيات لقوا ان نسبة السيدات للرجال ثلاث حالات سيدات مقابل خمسة رجال واحنا كنا زمان بنلاقي ان اغلب الحالات كانت اغلبها من الرجال فالموضوع بقى شائق جدا طيب نرجع تاني الاهم سبب لي اهم سبب لي ان هو في وجود العامل الوراسي مع الهرمونات الذكورية اللي هو هرمون اسمه التستوستيرون طيب اللي يفهم كده اللي يبص كده يقول طب ما هو المنطقي ان هو يجي في الرجالة بس اللي بيجيبه في السيدات لأ هي المعلومة دي محتاجين ان احنا نخش في حتة طبية كده صغيرة نقول ان السيدات ذات نفسهم او الفيميلز بشكل عام عندهم الهرمون ده بنسب صغيرة جدا لان ليه وظائف تانية غير الوظائف الزكورية فبيبقى الناس دول مع الجين الوراسي بيبقى عندهم حساسية زايدة عن اللزوم للهرمون ده يطلعوا الهرمون ده على بصائلات الشعر يخلي الشعر يفكدها خالص يشتغل عليها وينحد فيها بالتدريج يحول الشعر من شعر سودة سميكة لشعر رفيعة صغيرة بنسميها باللاتيني فيلا سهير وده بقى اللي بيعمل شكل نهائي في الصلع بالزبط كده ايفاني دي شكل الصلع بالزبط كده طيب ناخد مكالمة يا دكتور احمد صباح الخير صباح النور استاذة مين؟ مين معاني؟ انا مي؟ انا نيلي انا كنت بتكلم علشان فعلا عندي الحتة القدامانية أنا في فواهر الأربعينات وعندي الحتة القدامانية صحيحا تقدت تنزل خالص تخف شوية اه خالص خالص قالولي لا ميفعش أدوية ميفعش بتاعها لازم جرع الشعر ده أول سؤال ثاني سؤال كنت أنا عندي ضغط وسكر وعطول عندي حساسية بس ضغط وسكر مزبوطين هو ده طبيعي ولا المفروض ايه عندي حساسية جلدية طيب يا حبيب فيه أي سؤال ليها دكتور احمد؟ لا يا فاند طيب شكرا تابعينا طبعا الحتة اللي قدام دي مشكلة كل سيدة فعلا مع تقدم العمر بتخف وهي بتقول مش موجودة تعتبر ان هي خفيفة خالص دلوقتي عندها بالضبط اه تعالجها ازاي بالضبط هو طبعا رقم واحد احنا ما نقدرش نجزم ان الموضوع ده وراسي احنا بيبقى عندنا اسباب كتيرة الفحص على المريض ذات نفسه وسماع الهيستوري بتاعه والموضوع تغطور ازاي واللي بيحصل ازاي وبعض الفحصات بتخلينا نعرف هو ماشي في الاتجاه بس يا دكتور احمد احنا بعض السيدات بقى بتحب تسبق شعرها بتحب تعملوا كتير استشوار يعني بنقذحنا فعلا شعرنا ده فعلا بيأثر على تسقط الشعر فيما بعد طبعا وسمك الشعرية كمان طبعا مظبوط هو ده بيعمل حاجة من نوع الحرق الكيميائي لبصيلة الشعر يعني ده بيبقى بيسبب نوع من انواع الانجري غير مباشر لبصيلة الشعر يتكرر مرة واثنين بصيلة الشعر ذات نفسها بتفقد اللمعة بتاعتها والنعومة بتاعتها حتى بيقولنا سيدات كتير قوي عندهم مجموعة من الشعر كده خصلة كده مختلفة عن بقية الشعر تمام لو احنا كررنا بالطريقة دي معا على الاسف ممكن نفقد الشعر بشكل نهائي طيب حدا بتنصحب ايه بقى في تعالي شعرها طبعا طبعا استاذة نيلي هنحتاج ان احنا بعد ما حالك طبعا لازم تتابع مع طبيب لان الموضوع بياخد شهور في الشعر انا هنفترض ان هو ممكن يكون الموضوع ده نتيجة وراسة لانه هو المنطقة الامامية بتفقد بشكل كبير نتيجة وراسة في الحالات اللي زي دي هنصح حضرتك بان لو ضغط حريك مزبط وسكارك مزبط والدنيا كلها تمام ممكن نتعالج عن طريق البلازمة تمام ممكن نتعالج عن طريق المينوكسديل ممكن نتعالج عن طريق مادة السبايرون ولكتون بس طبعا اختيار العلاج بيبقى على حسب ما يرتقيه الطبيب لانسب حالات طبعا والحالة وصلت لايه بس دكتور احمد مشكلة الادوية اللي حضرتك قلتها دي كلها بتبعيز على مدى طويل نقدر نستعملها طول حياتنا واذا بطلناها ممكن الشعر يقع يرجع تاني مظبوط يا أستاذ الشريم بس خلينا نقول ان احنا هنبص على حاجتين الحاجة الاولانية انه هو فقدان الشعر كان على المدار الطويل قوي يعني هو عادة الناس بتجيلنا بعد شهور وقت يكون سنين بعد ما تبقى تفقد الشعر النقطة التانية انه هو دي هي وسائل اللي موجودة حاليا لعلاج الشعر التمن ايه؟ التمن انا هفقد شعري يا اما امشي بالحاجات دي يا اما ان انا هفقد شعري خالص هي معادلة انت شوف بالنسبة لك ايه الانسب لك ولكن بعد ما ظهرت حاجات جديدة وحاجات حديثة قوي للعلاج الوضع بدأ يختلف يعني دلوقتي زي ما قلت كده مثال البلازمة حقن البلازمة البلازمة دي بتبقى حاجة بتاخد من الدم بتبقى غنية بالصفاء احد دموية الصفاء احد دموية دي فيها عوامل نمو كتير قوي لما بنحقنها فروة الشعر بتدي تنشيط سريع وقوي لبصيلات الشعر فبتلاقي نتائج معها اسرع بكتير من الحقن او من العلاج التقليدي اللي موجود طيب يعني البلازمة احنا ممكن نستخدمها في حالة ان احنا هيبدأ بقى الشعري خف او حسن شعري خلاص ما بقاش زي الاول دي البلازمة طبعا كل ما يبقى استخدامها مبكر اه بدري كل ما نتيجة بتبان اسرع وقت الميزة الرئيسية فيها في انها بتبقى من جسم الانسان فبقى اعراضها الجانبية تقريبا شبه منعدمة يعني مش موجودة خالص بس طبعا بيبقى ليها محازير معينة تقول بلازمة طبعا ليها كذا سيقشم يعني مش سيقشم هو عادة بيبقى بيبقى كورس كامل بيتاخد من 6 ل 8 شهور مرة كل شهر دي بنحضى بيتسحب عين الدم بسيطة كده من جسم العيان وبيتفصل في كتس معينة واجهزة معينة وبعدين بنطلع الجزء المعين اللي فيه بلازمة غنية بصفائح الدموية دي والدكتور بيحقنها في مناطق بصالات الشعر اللي ليها احتمال تنبو تاني لان ساعات فيه بصالات شعر بتكون ضمرت تماما تماما وفي المناطق اللي هو شايف ان دي هتجيب نتيجة كويسة قوي وهتغطي فروة الرأس طيب اي فئة عمرية يعني من سن كام مثلا هو عادة بيبقى من بعد سن البلوغ اه ده اأمن وافضل واحسن بالضبط طيب دكتور زراعة الشعر برضه تمام اه زراعة الشعر دي حاجة جميلة وبحس ان هي فعلا متجيب نتيجة على طول بس امتى بقى نستخدم زراعة الشعر زراعة الشعر دي طبعا من الحاجات اللي هي فيها تقدم جامد قوي في التكنولوجيا بتاعت علاج الشعر بشكل كبير وبقى فيه دكاترة متخصصين قوي في الموضوع ده وفيه بلاد كتير قوي مشهورة بيها ودلوقتي اتنقلت لمصر وبعندنا دكاترة هايلين في الموضوع ده زراعة الشعر كان زمان بتبدأ بحاجة اسمها العلاج عن طريق نقل شريحة من الشعر يعني يجوا ياخدوا عند منطقة من الشعر كده مليانة شعر غالبا بتبقى في شعر الجنب او الشعر الورا في الحتة بالضبط ياخدوا شريحة كده على بعضها ويخيطوا مكانها الشريحة دي بتتقسم على قطع كتير قوي بيغطوا بيها بتتزرع تاني في المناطق الفاضية غالبا بتبقى في المنطقة النص تمام الطريقة دي بدأت تقل شوية مع ظهور طريقة جديدة اسمها الزراعة عن طريق الاقتطاف الاقتطاف ده بقى الدكتور والتيم بتاعه بيدوروا على بصائلات الشعر الحيوية اللي موجودة وبرضو بتبقى من نفس المناطق في الجنبين وفي الخلف وينقوا الحاجات البصائلات الصحية ويبدأوا يزرعوها يقتطفوها في الاول ويحطوها في مادة معينة وبعد كده يزرعوها في المناطق الفاضية في ساعتها بقى وإحنا قاعدين كده يعني اه بالضبط يعني هو كنزة ما بيعملوها على جلستين دلوقتي بقت تتعامل الجلسة صحيح بتبقى طويلة شوية بتاخد لها من حوالي من 5 ل 8 ساعات ولكن بقت تتعامل دلوقتي وبينج موضعي والمريض بيبقى فايق وبيروح في نفس اليوم طيب بنج المريض بياخد بنج كامل ولا لا لا بيبقى بنج موضعي في فروط الرأس اللي بيحقن فيها أو بيزرع فيها طيب الحتة ما اللي احنا خدناها بتفضى ولا بترجع تاني بتنمو الشعر ببيوت خلينا نرجع تاني لطريقة الشريحة طريقة الشريحة بتبقى منطقة تقريبا شبه فاضية ولكن الدكتور بيخيطها بطريقة معينة بحيث انه هو بيضم مناطق الشعر مع بعض الطريقة الاحدث اللي هي الاقتطاف اللي بقت شغالة دلوقتي لا هو بينقيهم بعاد عن بعض بحيث انها ما بتسبش فراغ واضح واخد بال حضرتك فمبقاش محتاج انك تعوضها وترجع تنقلها للحيطة التانية وترجع كأن ما عندوش اي حاجة خالص طبعا واللي احنا زرعناها بقى بتنشط من اول وجديد وبتطلع البصيلة تخينة زي ما احنا عايزين واتتير بقى بالظبط هو بالظبط انا هقول لحضرتك هو ليه المنطقتين دول اللي قلنا عليهم لان دي المنطقتين دول لقوا ان دي اقل مناطق بيشتغل عليها الهرمونات الزكورية يعني عادة الهرمونات الزكورية بتشتغل على المنطقة اللي في النص دي وبالتالي بيبقى دايما الشعر فيها ضعيف ولقى العلماء ان المناطق دي ودي اقل مناطق بيتم تأثير الهرمونات عليها وبالتالي الشعر اغلب الوقت بتفضل سميكة ولمعة وسليمة فلما بنقلها زي ما هي كده بيبقى النتائج كويسة جدا طيب ألحق إمتى بقى يا دكتور أحمد أبدأ في زراعة الشعر لو أنا حسيت بإيه قبل ما الموضوع كله بقى يفلت من إيدي يعني بعد كده هحتاج حتى زراعة كتير قوي لو حبيت أن أنا أزرع شعري إمتى بقى أخاف يعني إمتى أروح أعمل للدكتور زراعة على طول قبل ما الحالة تسوق عشان للأسف إحنا دايما بنروح للدكتور بعد الفوات الأواني يعني فعايزين برضو كاميزانية تكون بسيطة وفي نفس الوقت ألحق نفسي برضو بدري حلو جدا أول ما حس السؤال حضرتك هايل جدا هو طب خلينا أقول للحضرتك بقى حاجة تاني هو أنا بعد ما هزرع الشعر ده خلاص هسيبه واخلص لا على العكس أنا كمان هحتاج جلسات بلازمة وهحتاج أدوية للعناية بالشعر تمام أنا مش هرجع يعني أنا مش مجرد ما زرعت شعر هرجع زي الأطفال خالص ومتطمن على شعري وما فيش أي حاجة خالص يعني فيه عناية بعد زراعة الشعر فيه عناية كاملة كأنك ما زرعت الشعر بس انت لازم تكمل بالعناية العناية ضرورية ما لهاش حال طبعا ولكن نرجع نقول امت أبدأ أدور على علاج شعري هو ده السؤال الأهم لأنه ممكن ما توصلش لمرحلة الزرع مرحلة الزرع دي بنخليها في الآخر خالص لما كل الطرق التانية ما بتجيبش معنا نتيجة خالص احنا دايما عندما نقول بنشوف الشباب الصغير من أول ما يبدأ شعر ويرجع على الجنبين بنقول له من فضلك توجه للطبيب من فضلك توجه للطبيب لأنه بمنتهى البساطة هندي مستحضر اسمه المينوكسديل المستحضر ده لو هو حطه بشكل منتظم ودوري ويومي ويومي أنا عايز أقول لك بمنتهى البساطة أنا دايما بتجيلي القصة دي والناس دايما بتبدأ تقاوم بلاش مينوكسديل هفضل عليه طول العمر أصل الراجل بيبقى صعب لكن السيدة أنا معيك ممكن تستحمل وتفضل تحط عيلي وتفتكر لكن الراجل بيبقى صعب أول يعني أنا بقول لهم حاجة تانية أنا بقول لهم طب ما وانا كل يوم الصبح بحطه مينوكسديل قبل ما حط الكريم بتاعتصفيف الشعر العادي خالص اعتبر الروتين عارفة حديك لما تعتبرين الروتين وتمشي بيه بشكل على طول ما بتحسيش ان ده لود كل يوم لازم بتعمل خالص لو حديك بتحطين كل يوم قبل الكريمات التصفيف أو قبل الزيوت أو قبل الحاجات اللي زي دي بتنساك إنه ما فيش أي مشكلة خالص وما بتحتاجش توصل لمرحلة إن شعرك بيفضل وتزرع شعر خالص زرعت الشعر زي ما حيك بتقولي مكلفة جدا تمام ونتائجها بالرغم إن في الغالب النتائج بتبقى كويسة ولكن ما فيش حاجة في الدنيا مضمونة يا ممكن تدي إن النتائج عكسية وبعدين بعد كله أنا هنصح العيان برضو تاني باستخدامي من أكسديل طب من الأول بقى مش كده صح حمدك دكتور لازم العناية أهم حاجة بالشعر طيب في بقى سيدات بيردعوا طبعا بعد الحمل وبعد الخلفة بيردعوا فترة طويلة بقى فمن هنا السيدة بتشتكي إن أنا شعر يبدأ يقع إيه السبب ويلاجه إيه طبعا طيب هي التركة كلها مش في إنه هو بعد الحمل أو مش في إنه هو وقت الرضاعة لا هي القصة كلها إنه هو زي ما قلنا كده من شوية بعد الحمل بعد الحمل السيد بتفقد الهرمونات اللي هي كانت بتدي سببورت كويس للشعر وبيسند الشعر فبعد ما هي كانت مبسوطة بشعرها أثناء الحمل لأن الحمل فعلا بيدي كسافة حلوة للشعر وبيديله لمعان كويسة بسبب الإفكت بتاع هرمونات الحمل بعد كده مرة واحدة بتلاقي إن الدنيا بدأت تفضى معاها ده غير إنه كمان لما نيجي نفتكر كده كل واحدة ستة بتبقى حامل بيديها سابلمينتس بيديها فيتامينات متعددة وبينديها حديد وبينديها الكالسيوم بينسوا نفسهم بعد الحمل الولادة بالضبط بعد الولادة على طول بينسوا نفسهم وبعدين إنتاج اللبن ذات نفسه اللي بيروح للبيبي ده بحد ذاته بياخب من الفيتامينز وبياخب من الكالسيوم وبياخب من جسمها فمجرب ما ستة تبدأ تلاقي إن شعرها بدأ يتغير بعد الولادة على طول محتاجة تمشي على مالتي فيتامينز ومحتاجة تمشي على كالسيوم وعلى حديد يعني تروح للدكتور برضو واتتابع يا دكتور أحمد وتشوف إيه طبعا الحديد الفطوات المفروض تبتديها والأدوية مصبوط طب نصيحة صغيرة بقى يا دكتور أحمد للأسف في الوقت انتهى إن أنا إزاي أحافظ على شعري من قبل ما يحصل له أي ضرر يقع تساقط الصلاع المبكر طيب في ملخص بسيط في ملخص بسيط أهم حاجة طريقة الاعتناء بالشعر الشعر ما تغسلش أكتر من مرتين في الأسبوع مستحضرات كلها طبية تمام شرب المياه باستمرار أكل الخضار والفاكهة والمكسرات تمام الأمهات حرامة عليك وإنتوا بترجعوا شعر البنت الورا جامد بتعذبوهم وتخليوهم يفقدوا الشعر فالتعامل مع الشعر كوحدة رقيقة جدا ومنتهى البساطة خالص بتخليها نحافظ على شعرين بشكرك جدا طبعا يا دكتور أحمد وشرفتنا بمعلوماتك القيمة والجميلة وإن شاء الله يكون لقاء تاني بإذن الله بسي يا فندم الشرف لي ألف شكر لحضرتك مشاهدين طبعا الصحة والجمال والجمال بيجي من الصحة وأهم حاجة أن احنا ناخد بالنا من صحتنا كويس طبعا بنشكر ضفنا العزيز النهاردة الدكتور أحمد زهدي خصائي الأمراض الجلدية والتجميل يا رب أشوفكم في حلقات جديدة وموضوعات مختلفة وإلى اللقاء